تفقد القائد العام لقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد المجيد سقر منظومة التدريب القتالي لأحد تشكيلات الجيش الثاني الميداني حيث أكد الفريق أول عبد المجيد سقر حرص القيادة العامة لقوات المسلحة على التطوير دائم لخطط وبرامج التدريب القتالي وفقا لأسس علمية مدروسة تصم في الارتقاء بمنظومة إعداد وتأهيل الفرد المقاتل والذي يعد الثروة الحقيقية لقوات المسلحة وركيزتها الأساسية في الدفاع عن الوطن وصون مقدساته تفقد الفريق أول عبد المجيد سقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي منظمة التدريب القتالي لأحد تشكيلات الجيش الثاني الميداني وذلك للاطمئنان على سير العملية التدريبية للمقاتلين والذي يأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة وقام بالمرور على ميادين التدريب التخصصية المختلفة وناقش عدداً من المقاتلين في أساليب تنفيذهم لمهامهم وفقاً لتقصصاتهم المختلفة مشيداً بما شاهده من مستوى راق في التدريب وكفاءة قتالية عالية تمكنهم من تنفيذ مهامهم بكل كفاءة واقتضار وأكد الفريق أول عبد المجيد سقر على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التطوير الدائم لخطط وبرامج التدريب القتالي وفقاً لأسس علمية مدروسة تساهم في الارتقاء بمنظومة إعداد وتأهيل الفرد المقاتل والذي يعد الثروة الحقيقية للقوات المسلحة وركيزتها الأساسية في الدفاع عن الوطن وصون مقدساته كما نقل لهم تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وشدد على ضرورة الاهتمام بالتدريب الجاد والواقعي والمخافظة على الأسلحة والمعدات لتكون القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي من أجل حماية أمن مصر في ظل ما تموج به المنطقة من تحديات خلال الفترة القالية وشارك القائد العام للقوات المسلحة عددا من مقاتل الجيش الثاني الميداني تناول وجبة الغداء حضر الجولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة اشتركوا في القناة